تعالى كده نشوف نصايح وطرق جبارة لحماية بطارية الموبايل واش معنى الايفون تحديدا لان الايفون مستخدمه بيبقى دفع فيه مبلغ كبير والبطاريات واي ملشقات ليه بتكون غالية جدا فاعيزين نراكتب على الايفون بس الطرق اللي هنتكلم فيها هتنفع لكل التلفونات خلينا نبدأ في الاكشن على طول واهلا بيكون في فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع لو انت لسه مشتري موبايل جديد ولقيت الاستهلانك بتاعي للبطارية خلصت معك في اول 3-4 ساعة تشغيل ده امر طبيعي مش ده اللي لقاك ليه انك لو انت بدأت تستخدمه استخدامه عادي وبدأت تلاقي البطارية بتغلق بشكل سريع وكمان في الايفون عمر البطارية بقى قليل معي ده اللي لقاك لكن اول يوم اول يومين اول اسبوع بالكتير قوي الموضوع عادي ما يشغلش دماغك قوي لان بالطبيعي انت بتبقى لسه بتستكشف التليفون وبالتاني انت لسه بتستهلك استهلاك عاني للموبايل ده حاجة طبيعية طيب بعد كده بعد اسبوع اسبوعين ولاقيت ان بدأت البطارية تتآكل وعاك بشكل سريع لان في ناس حصلت معاها في خلال اسبوعين بطارية الايفون تحديدا بدأت تنفخ بدأت تطلع من الجهاز ده جهاز حامل يعتبر فاول حاجة حنصحك بيها تعملها دايما لو انت مشافل جي بي اس او خدمات تحديد المواقع بشكل دايم لا اوقف حتى ده امان ليه انه مش اي حد يقدر يهاكي التليفون او يوصل للتليفون يبقى معاك من اللوكيشن بتاعك خلي اللوكيشن او الجي بي اس بيتفتح وقت استخدامه فقط لو انت بتستخدم الخرايط لو انت مستخدم برامج زي اوبر زي كريم الحجم دي هيا دي الوقت اللي تفتح في الجي بي اس فقط لغير وانا عامل كده وملاحظتش اي مشكلة يعني مش دي اللي هتعملك مشكلة ولو في برنامج غريب محتاج اللوكيشن بتاعك وانت مش حاسس ان هو له لازمك انغل برويشن بتاعه عادي ده حيوفر معاك في البطارية وحيوفر في استهلاك وتآكل البطارية بشكل جدير جدا فوق ما تتخيل تاني حاجة تقدر تعملها انك لو في مكان الشبكة في ضعيفة حاول تعمل وضع الطيران او اللي هو البلين مود البلين مود او وضع الطيران ده حيوقف الاشارة كلها لان الموبايل لما الاشارة بتكون ضعيفة او شبكة الموبايل بتكون ضعيفة بيحاول يدور على الاشارة باقوى قوة ممكن يعني بيشغل الانتناب بتاعته بيشغل عجزة الاستقبال بطريقة بشعة عشان يحاول يجدلك شبكة اقوى فلو انت في مكان والمدة مثل ساعتين تلاتة مش محتاج للشبكة بشكل اساسي تقدر توقف عن طريق وضع الطيران بحيث ان هو يقنل استهلاك البطارية بشكل كبير جدا وبالتاني يطول عمر البطارية ثلاث حاجة تقدر تعملها انك تلتزم بالشاحن المناسب للموبايل مش لازم اقول لك هاتل اصلي لكن هاتل على الاقل شاحن يكون مناسب في الباور بتاعه ما يكونش ازيد لان الشاحن السريع فوق طائد الجهاز ده بيقلل عمر البطارية لكن الشاحن السريع بشكل عام مش مضرر مش مضرر ادام انت ملتزم باللي الشاركة قالت لك عن ايه يعني ايلالك بيشيل لغاية عشرين واط يبقى التزم بشاحن عشرين واط ويكون بجودة عالية لان الشاحن الرخيصة لأي كلام بتضيع برضو البطارية لان بتطلع باور مش متناسب او مش متوافق يعني بيبقى متردد نسبية فحاول تشتري شاحن اصلي الكابل يكون كويس مش لازم كابل اصلي برضو لكن على الاقل يعني الكابل معتمد لو قبل يبقى مكتوب عليه ان هو ميت فور ايفون او ام اف اي ويعني اتأكد ان هو برضو كابل كويس نضيف مش اي كلام او مش متقطع او مش متاكل والحاجات دي كلها وحاجتين ممكن يقزوك اكثر من فعوك لانتصايح قديمة انك الشحن الزيادة ضلط انك لو سبته طول الليل على الشاحن عادي المبايلات الجديدة كلها ما فيهاش المشكلة دي تاني حاجة ان الشحن لازم يوصل لصفر في المية وتعيد شحنه تاني وبالتاني لو هو عشر في المية او عشرون في المية هتوقت تستيناك وستيناك اوفر وتبدأ انتل لتدمر البطارية عشان توصله للصفر عشان يبدأ يشحن مرة تانية لا الشواحن الجديدة او البطاريات الجديدة اللي هي مليسيوم دي ممكن تشحن عادي بس هي لها عدد دورات محددة يعني مرات شحن من صفر المية محددة مثلا لها الف مرة بعد كده هتبدأ تتعب معك فبالتالي كل ما تقلل الدورات الكاملة هيكون احسن ده عن طريق ان هو كل خمسين او ربعين في المية ممكن تحط على الشاحن هيعمل ستين في المية او اللي هي ستة من عشرة من اللفة الكاملة في المرة اللي بعدها لما تحط ستة من عشرة تانية هتلاقيها بقى تلفة وشوية لفة واربعا من عشرة تقريب اللي هي مهم ان انت ما عملتش دورة كاملة وشحنت مرتين بالفعل فالشحن في اي وقت عادي اول ما تشعس بس ان انت محتاج بطارية بنسبة اكبر اشحن مرة تانية مفيش مشكلة الحاجات الجاية هنشوفها في الايفون برضو بتساعد في تقليل استهلاك البطارية واطالة عمرها اول حاجة انك تحاول هندخل في الاعدادات هتحاول تقلل الاشعارات اللي جاية من قبل سيري او اللي هي سيري الخاصة بقبل الغي الموضوع او وقفه حيوقفه او حيقل الاستهلاك البطارية بشكل كبير خصوصا انت مش بتستعملها بشكل دائم يعني تانية حاجة هنعملها هي تغيير توقيت تحديث البريد الالكتروني او الايميلات بتاعتك الايميلات لو تحديث فوري هو كل ما تكمل لسانية بيحاول يبعط نوتيفكيشن او يشوف في اشعار جديد جيه ولا لا فكونك هتقلل حاجة زي دي او تخلي كل ربع ساعة ده حيبقى كويس مع ده لو انت مستني حاجة كريتيكال وممكن ده بتدخل على الايميل او تسيبه مفتوح حيبقى معيك برضو ريال تايل او اللي هي لحظة بلحظة ثانية حاجة بنعملها هي انغاء تحديث التطبيقات في الخلفية هتعمل للاندرويد ولل ايفون كمان او الايو اس التحديثات اللي في الخلفية بتستهلك نت كتير على الفادي وكمان بتستهلك من البطارية لانه بيشتغل عمليات تانية في البانجراوند اكتر بكتير من لو انت لغيها فالحاجات دي هتلاقي عمر البطارية طويل معاك والزمن البطارية في الشحبة الواحدة زيب معاك وبالطرق دي هنكون قدرنا نحافظ على البطارية بشكل كويس جدا والموضوع ده مهم ما تستهترش به لانه ممكن الجهاز يعيش معك كويس قوي اول سنة بعد كده تلاقيه بدأ يعني حضر تدريجان وبدأت البطارية تتآكل بشكل سريع جدا وعمرها الافتراضي يقلو زي ما لتكفي القاشر حتنفخ منك كمان فحافظ على جهازك الاجهزة غلية اليوين دول خلي بالك من الحاجات دي واتمنى ان الفيديو يكون عجبتكم وقفتكم لو عجبك ما تنساش تديني احلى اللايك وما تنساش تشوف الحلقات والحكاة توقف الكورسات اللي فاتوا استنى الحلقات والحكاة توقف الكورسات اللي جايب وانزل اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وعشان ما تبقاش بين الهواء اشتركوا في القناة